هياكم الله متابعين الغالين اليوم معنا الدكتور سيد من صيدلية طاهر حكمي على طريق الجنوب جنوب الطائف حياك الله يا دكتور الله حياكم قيك بازك خير يا دكتور نبرا سألك اليوم عن بما انه يعني في الوقت الحالي في وقت تربية ورابط من بداية السنة وكذا ومربيين يحتاجون المعلومات هذه يعني وش افضل شيء للتسمين ولا البدنة ولا الشعرة خاصة للبهم الصغار سواء حشو سواء بهم سواء تيوس تمام الله يفتح عليك هو طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله مع تطور العلمي من ناحية العلاجية طبعا ونضع التسمين طبعا يحتاج الى علاجات تزبط اكثر من ناحية اول ناحية تزبط التحويل الغذائي انه هو الاكل تاكل يبني لحم طيب يبني لحم معنا ذلك انه محتاج انزمات عالية في الكرش محتاج انزمات هضم تكون متوفرة بطريقة كويسة محتاج كفاءة الكبد عالية حصارة سفروية تهضم الاكل ده تمام؟ طبعا مع الامراض مع الاعلاف اللي ممكن يكون الخمار طبعا فيها اكثر من ميزة الفرنسية دي بازات اكثر من ميزة اولا مردود اهل الحلل فيها ان هي بتعمل حشتين يعني رائعة جدا الحاجة الاولى ان هي بتوفر في الظرمة من ناحية ان شبح الله الخمار الثاني ممكن تديها مثلا تاكل اكل كثير فتبني لحم هذي تاكل اكل قليل تبني لحم نفس كمية اللحم اللي تبنيه مع الخمار الثانية بالاكل الزيادة لا تهيوفر لك الظرمة بدل من انت هتدي خمس كياس سعير مثلا يعني في اليوم لا ممكن تدي كسين فقط لغير علشان يبني مثلا اثنين كيلو لحم هذي هذي اول ميزة يعني انت قصدك يا دكتور انها تتحسم من التمثيل الغذائي كنتما اكلت شيء حاجة بسيطة استفادت عليها اقصة فاعدة بتعملي الخميرة ديت بتمص الاكسجين اللي موجود في الكرش ما تخلي اي غازات في الكرش يا ديت نعم بيتضبط الحمودة بكفاءة عالية جدا لان في الحمودة اذا زادت في الكرش الحلل لا سبا شديد بيكون الامتصاص بتعالاكل ضعيف فمجرد بتتطبط السلية بيتضبط الاكسجين اللي في الكرش واتغالشان correspondence الحمودة بتاع بتاع الكرش إذا تزبطت الحمودة الانزيمات وال البكتيريا النافعة اللي موجودها في الكرش بتكون كفائتها عالية بالنسبة لليه الهضم. وبالتالي التمثيل الغذائي بيكون اعلى درجاته. علشان كده المجرد اي موضيف معها اي فيتامينات معها طبعا ده من اكثر من اكفاء الفيتامينات اللي احنا استخدمناها مع الخماير. وماشر الله تبارك الله يعني عندي عملة هنا بفضل الله يعني يعني. فانا طبعا بتحط في انجال على الاربعة سطول من كل حاجة من من هذه التركيبة. طبعا مشر الله تبارك الله تسمين عالي جدا في خلال اسبوع واحد. في اسبوع واحد تجد الحالات تغير مية وتمانين درجة. يعني النتيجة تلاحظها خلال? اسبوع. اسبوع واحد فقط لغيره. فضل الله يعني متعالقات الزباين من ثالث يوم يبتد الحالات تغير. هو اسبوع ما يستغرب. يغارد الاكل جل وماشر الله تبارك الله الحالات بدأ يستبدن وبدأ كده واجهه نفسه يتغير. ميزة الهبارين كمان بيدي لامحان في الصوفة. تحس كده الصوفة دهنية كده آآ من كفاءة الانزمات اللي بتخرج من عصار الصوفوريه اللي بتخرج طيب طبعا طريقة العلاج مهمة جدا 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 لان بعض الناس ياخد مثلا اقول له اربعة اطول من هذا فنجال في اربع سطول. فهنا هده اربع سطول. اجيب اربع سطول كفر مسلا حق جيمس. وراحيط فنجال فنجال فنجال. هذا طبعا خطأ فالح جدا ليه? لان دي تركيزاتها كلها عالية. فالسماكة بتاعت السايل عالية. فانا علشان اتلاشى هذا الموضوع انا هجيب اربع سطول مسلا كفر. تمام? في اربع سطول. فانا بحط الخلط هده كلها في سطل واحد. احط فنجال 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 على سطل واحد ودوبها جدا جدا جدا. وبعدين اكدتها على ثلاث سطول الثانية. فدي طبعا دي معلمة مهمة جدا ليه? لان لازم يتفكك العلاج. العلاج لما تخده ما شاء الله تبارك الله ثقيل. فاذا حطيته انا كده من غير ما ادوب دوبان كامل يحصل عندي مش هيديني النتيجة اللي انا فعلا الدكتور جال عليها. ليه? لان طريقة العلاج خطأ. بالاضافة لذلك طبعا لازم لازم نضم الحلال. مع الشتاء لازم نضميها من العصر الين تنيم الظهر. مع الصيف نضميها من الليل الين تنيم الظهر. مع الاجوال الحارة. فاذا ضميت انا هضما ان الحلال كله شريط. لان اذا ما ضميت خلاص انا احط في الموية والله هي واحدة تشرب زيادة واحدة تشرب جليل واحدة تشرب كده لا. ما يصبح. ما يصبح كده انت ما عليش يعني ما قديتش الطريقة المزبوطة فمش هتاخد نتجة مزبوطة. لا. حط المحلول كله في سطل واحد. اذا انت حسب الاربع سطول يبقى تحط ايه? تحط فنجل فنجل فنجل. ثماني سطول. فنجلين 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 فنجلين. فسطل واحد. وتدوب كويس جدا جدا. وبعد ان انا كنت على ايه? على ثماني سطول المزبوطة. ده طبعا مهم جدا في طريقة للاجة. طبعا الخمار دي خمار نقية. خمار مية في المية. مش عليها اي شوائب مطلقا. ولذلك نتجدها يعني سريعة جدا. لان مصنع ما شاء الله مصنع متخصص في الخمار. فقط لغير. تمام? اه. وفي معلومة اقولها ان شاء الله في اثناء الخلطة بإذن الله. مهمة جدا للزباين التابولية. اه. دي طبعا اه فيتامينات وملاح وحمضة مينية. فيتامينات ومعادم حمضة مينية. تمام? فيتامين الف دلتراتة فيها تركيز عالي. فيتامين بي. فيتامين سي. اه حمضة مينية طبعا. لها دورة عالي جدا في موضوع ليه? بناء اللحم. يعني كأنك بتدي بروتين اه صرفي. كده بتدي الخمار. وبالتالي لما بتدي اي فيتامينات معها خاصة المالك باور ده. اه بيبن معك لحم سريعا. ليه? لان طبعا الانزيمات متزبطة. الحموضة متزبطة في الكرش. الاكسجين مرفوع من الجسم. وبالتالي هتشرب الحلال. يحصل امتصاص عالي جدا ليه? فيبن معك لحم سريعا. طبعا عليه الكوبلت. الكوبلت طبعا قوي جدا في موضوع طبعا تكلمنا عنه قبل كده. في موضوع الصوفة. تعرج الصوفة. والصوفة تلاجعها واقفة كده. ده كل ده بيكون نقص من النحاس ونقص الكوبلت. فاي فيتامين لم يكون فيه تركيز عالي من الكوبلت والنحاس صراحة بيريح جدا جدا. اه بيدي الصوفة كلها مستقلمة الفطوط اللي تكون في الحلال دي في الظهر تكون بالنقص المعادن. فالمنتج ما شاء الله تبارك الله فيه معادن عالية. فيه كوبلت عالي فيه آآ في آآ 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 سوربيتول فقط لغير لا ده سوربيتول وكولين وبيتيين وإلكارنتين وارتوكولين وروزماري حاجات كده ما شاء الله تبارك الله مش فقط كتنشط كابت لا كتنشط كابت ومنشط عمل الإنزيمات الغضب تمام ورافع مناعة سبحان الله قوي جدا أنا في حالة كثيرة يعني حصل من فترة كده كان هجمة اللسان الأزرق من فترة تمام والغاية هنا قريب العام الماضي ظهر عند اثنين لسان أزرق فكان أكبر حل صراحة لأمراض الفيروسية لأن المرض الفيروسية تهجم على الكابت بكفاءة سيئة جدا فبتتعب الحلال وبيحصل عنده إجهاد شديد فده فور مجرد من حلال يشيل الإجهاد مبوصل حتى إجهاد الظلمة حتى إجهاد التحصينات إجهاد في معلومة قتلية دكتور طبعا زي ما احنا قلنا فيتامين الأمراض الفيروسية تمام الجودريط طاعون أبو روكا بالحياة هذه سبحان الله يعني أفضل علاج ديها مش خلط إنك تدي تركيبة فيها فيتامين سي مع فيتامين سي مع فيتامين سي سلينيا وطبعا أنا في السوق السعودي من الزمان ما شفت إلا هي تركيبة واحدة لشركة المهن عاملة سيليفيت ده طبعا منتج وحيد أول في فيتامين سي سلينيا مع فيتامين سي يعني من كلامك يا دكتور ما في منتج مع سلينيوم وفيتامين سي إلا منتج واحد في السوق سيليفيت إي اللي هو هو ده الوحيد سيليفيت إي ده ده الوحيد اللي هو فيتامين سي مع فيتامين سي وما شاء الله تبارك الله يعني يعني في المناعة من ثاني يوم بيوقف المرأة في النشرة من أول يوم ما شاء الله تبارك الله بيجب النشرة بالحلال ده سبحان الله من الحاجات العجيبة إذا أنا يعني شفتها ده طبعا لما لما سألت المستورت لها وكده فخاطب الشركة فقال له إحنا عندنا العلاجات عموما درجات ده يعتبر نجمة رقم واحد في الفيتامين هيسلينيوم على مستوى العالم ما شاء الله ده واخد ستار رقم واحد على مستوى العالم أي تركيز منه بيد نتاج في الحلال ما شاء الله إن كان 5% كان 10% كان 20% أي تركيز منه بيد نتجة واضحة في الحلال فده طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني السيليفيت إي ده ما شاء الله من من أقوى الحاجات المستخدمين ده من في المراض الفيجوسية جوتري طاعون وركب نشرة ونشرة ونشرة فاحل ما شاء الله فبرك الله فعليتو عليم الله يتكالعافي دكتور سيد استفدنا من كفايدة عظيمة وعطيتنا معلومات مهمة نستفيد منها ونشرها لهم تابعيننا والله يكتب لك ان شاء الله الاجر ويوفق الله يزا خيرك محمز احنا نتشرفنا فيك والله والطلال الجميلة دي ربني بارك فيك ولعلي ربني ينفع بهذا العلم يعني لله سبحانه وتعالى امين ان شاء الله على قولهم زكاة العلم نشره والله يتكالعافي دكتور شكرا لك تجلي شكرا